الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه إخواني الكرام أهلا وسهلا بكم أصعد الله وأوقاتكم بكل خير أتمنوا الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير طبتم أينما كنتم غفر الله لنا ولكم الله دائما معكم إخواني الكرام أعرض عليكم بعض الفيديوهات لصفتنا صاحب المزرعة اللي هاد المزرعة كتواجد آآ في قلعة السرغنة في قلعة السرغنة كتبعد ثلاثة كيلومتر على المدينة تجاه مراكش يعني من هيك تكون قادلة مراكش كتخرج من مدينة القلعة السرغنة ثلاثة ديلا الكيلومتر هاد المزرعة فيها الكتارونس الكتارونس آآ الكتابة عدلية عند العدول يعني مسألة ديالها قانونية مئة في المئة ما فيها جرام ديال المشكل يعني ملكية منفردة بوحدة كيكتبوها العدول طبقا للقانون هذا هو اللي كعين فيها واحدة السكن فيها البير فيها شي شجار متنوع يعني مخلط دايرة بصور ماشي بسياج بصور كما قلنا فيها في الوثائق ديالها فيها هكتار ونصفة كتبعد على مدينة قلعة السرغنة تجاه مراكش بثلاثة كيلومتر جات على الطريق الوثائق ديالها كما قلنا الكتابة عند العدول وإحنا عدنا كامل ثقة في العدول وفي الموثق وفي الموحمة طبعا معتمد لذا محكمة النقد عير إخواني الكرام واحد الملاحظة لو سمحتم راهمي ممكنش نعطيه جميع المعلومات في الإعلان راهمي ممكنش لأن أموال الناس أو عقارة الناس راها حورمة راهمي ممكنش دعطيه جميع المعلومات بالتفصيل على بالكتابة أو بالفيديو على على الإعلان إحنا حطينا الرقم ديال الهاتف ربما ما جاوبناكش المرة الأولى أو مرة تانية را غادي نجاوبك ولا خلينا خليلينا المساج على الواتساب وغادي نجاوبك وغادي نزودك بجميع المعلومات بدقة وديك الساعات لك الاختيار غادي نمشي دير الزيارة ديالك من عين لمكان وقلس مع مولها والله يصير الأمور إحنا قضية ديال الثمان راهم ما كندخلوش فيها غادي هنا مولها بغا يقول الثمان من هدنا قرام ديال المشكيل مولها كي يطالب سبعة وخمسين مليون سنتيم قبيل التفاوض مع مولها هذا هو اللي كيل نتمنى الله سبحانه وتعالى توفيق الجميع ونشوفوا الفيديو ورب يجي بالخير